بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنسل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالهات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخوج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بحال الهديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض ذي نقلها لنبلوهم أيهم أحسنوا عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من أمرنا رشدا فاغربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وسدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كلنا إذا شققا هؤلاء كومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أولم بمن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأهوا إلى الكهف فأهوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتر الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجرة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا اشتركوا في القناة